مرحبا بكم في الدبارة الثامنة من دبارات رمضان ان شاء الله اليوم نعمل مع بعضنا حويجة سهلة و سريعة و اعادة رسكها لحاجات اول حاجة نعمل مقرونة بالكروفيت الكروفيت محضرتها مقبل الرمضان ماخذتها كروفيت فرشكة و قصتها مقشرتها و طيبتها و سمطتها القشرة مليح و كل ماء بتاع القشرة طيبتها فيها و قسمتها على ثلاثة سشيات كما ترى و هكذا سشيات منهم حطيتها من الكنجيلاتور حطيت نحية ثلجة حشلتها بالماء و كملت صبيت البقية متاع السوس متاعها فوقها و حطيت الهناء مغرفتين كبار طماطم معجونة و نصف مغرفة هريسة عربي و نصف مغرفة و الاربوع مغرفة ملح بش برشة ملح على خاطر عنا فخوي دماغ يملح و فلفل لكحن و برشة ثوء لا نضع الرند فخوي دماغ اكتشاف بصراح و لا نضع المطعم و يجعل المقرونه في اخوي دماغ نضع المقرونه جميلة بصراحة و ينضع الشرب فريك بل سوف البارح ام الجمهور طلب الشرب فريك الجمهور كبار المقرونه و جمع المقرونه ثم نضيف حملة وفوحه ثوم وفلفل وفلفل نضيفه وزيد وشربه ثم نضيفه يبقى ماء سخون لقد ظهرت لكي مكرونا لقرب ماء نضيف الماء نضيف الماء ونضيف الماء نضيف الماء نضيف الماء كبيرة نضيف الماء وركز الماء و بطاطا مصموطة نضيف الخليط طري و ليس ثقيل ثم نضيف الكعب بصل يسر الفرشك يبنن السوابة كنت نقوم بعمل طاجين معقودة يجب البطاطا كيكا بوري و مرفوسة نضيفه 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 و نضيفه و نضيفه و نضيفه جميعا نضيفه بالطن يجب أن نضيفه بالطن كما نضيفه بعد أن نضيفه يجب البطاطا و نضيفه و نضيفه و تبوحه و نضيفه و لا يزال الضغط للمربعين الى تونس نسكر على الجناب ونضع في طبق الفور كمية صغيرة نضيفها في الفور وكمية كبيرة نضيفها في طبق الفور فرد مرة مع بعضهم وندهنهم بالزيت عندي فشفيشة فشفيشة وبعد ندهن عليهم بالفوشة ونحط فرفور بنقسم قلي طول يبقى زيت و شوية كرين فريش و شوية طن و عظم و جبن مالح و كركم و كركم و خلطوا كما ترخف هكا بالكداء باش نحطوا طاوة في التواجن الصغار حطيتهم بالزيت و حطيتهم حتى كما تاكلوش في الصهرية يصلحوا للصحور و باش نعمل اصليطة اصليطة عندي اخيار و طماطم سوريز و خص و بسباس ناخد الاخيار و نقصه كبير و طماطم سوريز على كعبتين على شطري و نفوحهم خلوا ملح و يزيد و تحب يزيد و يزيد و عندي افوكا نعمل سلطة بوكاديكا و احدها اعملت سلطة بانان و فريس و فوحتهم سيغو ديقاف و فاني و عطر شئ يزهر و هدوكم للصهرية الطاجين طاب و السويبع خليتهم اخر نحط الطاولة و برا نكمل صحلب للصهرية و في الاصل كان دروع و دروع معاقض يخجيني جيري شوية سميته صحلب حتيت ثلاثة ززوية و اربعة مغارفة كبار دروع دروع البلدي لونه غامق و تبدأ هكاكو و تتعقاها تبدأ مكبوسة شوية و تضرب و نعمل طلب الامر قوم بلوزة و تضرب إضافة اضبط حسنا و تضرب نضيفه بالشاميه بما اني لم تحليته حتيت فيه العطر شيئاً بعد وشوية سيغودة قاف مش برش التحليه خليتها في الجلجلين بالسكر المارون قبل رمضان وقدمتهم سويب عطابو 190 درجة 25 دقيقة ونقضل وعمل شربة الزعره ويحب الشربة الحامره الزعره والحمره تعالي حتيت سخنة وصبت وقدمتها ونقضل الان مقرونة لا تتكل سمط مقرون الاسباكيتي وخلطها بالسوس ومن بعد نصبها ونصب فوقها الكروفيت انا مستلسى نعملها متخطخة اكثر بالسوس لكن في رمضان لحقيقة ماذا بينا تكون اخفاكة ممكن نعملوا مقرونة ولا كوسكسي ماذا بينا منكثروش معاهم حاجات برشا حاجات مشنان خطر الررزان تقال هكها قوت ويولتنا حضرة خفيفة ضريفة كما تروا نودكم ومنشاهيكم هكها وهلي وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة